لا يكاد يختفي تقرير حتى يبرز آخر متهماً المغرب بتورطه في أعمال إجرامية عابرة للحدود تمتد إلى الساحل الإفريقي ولعل من أهمها تجارة الحشيش فالرباط تستغل أساساً الأوضاع الاجتماعية بالداخل المغربي والسياسية غير المستقرة في بعض دول الساحل وتنام ظاهرة الإرهاب بها لتمرر من خلالها أطناناً من المخدرات لكل دول المنطقة تقريباً ومنها يتم تصدير إلى أوروبا فقد أوضح فيليب دي أندريس المدير الإقليمي لمنطقة غرب ووسط إفريقيا في المكتب الأممي في تصريحات صحفية بأن النظام المغربي يستغل مسالك لنقل المخدرات نحو الدول الساحل وعبرها إلى ليبيا شمالاً وصولاً إلى مصر وتنقل أيضاً نحو أوروبا وحذرت التقارير الأممية من تورط نظام المخزن ضمن شبكات نجرامية تستخدم عائدات تجارة المخدرات في تمويل الجماعات الإرهابية التي تعمل على نشر الفوضى وزعزعة استقرار منطقة الساحل الإفريقية وشددت التقارير ذاتها على ضرورة وضع حد لتدفق المخدرات المغربية ومعاقبة الأطراف المصدرة لها في إشارة إلى جهات نافذة في أعلى هرم السلطة بالبلاد والتي تنشط بتوجيه من القصر الملكي في الرباط دون عوائق أو ملاحقات المخدرات ليست الجرم الوحيد الذي يكال للمغرب بل تعدى الأمر إلى ظلوعه في شبكات نجرامية للمتاجرة بالبشر داخلياً وتهريب المهاجرين للظفة الأوروبية فرغم التوصيات الأممية لا تزال أرقام كبيرة تسجل وتتجه أصابع الاتهام مرة أخرى إلى السلطة في الرباط التي تلعب دوراً مهماً في التسطر عليها بل وصناعتها ترجمة نانسي قنقر